بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حديثنا اليوم في المسلك الثاني وهو الاستدلال من الأثر بعدما تحدثنا في الدرس السابق عن الاستدلال بالنظر يجيء الحديث في المسلك الثاني وهو الاستدلال من الأثر وهو رأي الإمام مالك حيث يقول الإمام ابن عاشور أنه لا يوجد من الأثر في صحيح السنة ما يشهد بأن البسملة آية من أوائل صور القرآن الدليل الأول ما روى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين فأقول حمدني عبدي إلى آخر الحديث والمراد في الصلاة القراءة في الصلاة ووجه الدليل منه أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث على أنها آية من صورة الفاتحة الثاني حديث أبي بن كعب في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك صورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها قبل أن تخرج من المسجد قال بلى فلما قارب الخروج قال له كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال أبي فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فهذا دليل على أنه لم يقرأ منها البسملة الثالث ما في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النساء عن أنس بن مالك من طرق كثيرة أنه قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها الرابع حديث عائشة في صحيح مسلم وسنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الخامس ما في سنن الترمدي والنساء عن عبد الله بن مغفل قال صليت مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين السادس وهو الحاسم عمل أهل المدينة فإن المسجد النبوي من وقت نزول الوحي إلى زمن مالك صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والأمراء وصلى وراءهم الصحابة وأهل العلم ولم يسمع أحد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية وهل يقول عالم أن بعض الصورة جهر وبعضها سر فقد حصل التواتر بأن النبي والخلفاء لم يجهروا بها في الجهرية ودل على أنها ليست من الصورة ولو جهروا بها لم اختلفت الناس فيها وهناك دليل آخر لم يذكروه هنا وهو حديث عائشة في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قوله ففجأه الملك فقال اقرأ قال رسول الله فقلت ما أنا بقارئ إلى أن قال فغطني الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الحديث فلم يقل فقال لي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك وقد ذكروا هذا في تفسير سورة العلق وفي شرح حديث بدء الوحي وأما المسلك الثالث وهو الاستدلال عن طريق الاستعمال العربي فيأتي القول فيه على مراعاة قول القائلين بأن البسملة آية من سورة الفاتحة خاصة وذلك يوجب أن يتكرر لفظاني وهما الرحمن الرحيم في كلام غير طويل ليس بينهما فصل كثير وذلك مما لا يحمد في باب البلاغة وهذا الاستدلال نقله الإمام الرازي في تفسيره وأجاب عنه بقوله إن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن وإن تأكيد كونه تعالى رحمانا رحيما من أعظم المهمات وأنا أدفع جوابه بأن التكرار وإن كانت له مواقع محمودة في الكلام البليغ مثل التهويل ومقام الرثاء أو التعديد أو التوكيد اللفظي إلا أن الفاتحة لا مناسبة لها بأغراض التكرير ولا سيما التوكيد لأنه لا منكر لكونه تعالى رحمانا رحيما ولأن شأن التوكيد اللفظي أن يقترن فيه اللفظان فلا فصل فتعين أن تكرير اللفظ في الكلام لوجود مقتضى التعبير عن مدلوله بطريق الإسم الظاهر دون الضمير وذلك مشروط بأن يبعد ما بين المكررين بعدا يقصيه عن السمع وقد علمت أنهم عدوا في فصاحة الكلام خلوصه من كثرة التكرار والقرب بين الرحمن والرحيم حين كرر يمنع ذلك وأجاب البيضاوي بأن نكتة التكرير هنا هي تعليل استحقاق الحمد فقال السلكوت أشار بهذا إلى الرد على ما قاله بعض الحنفية إن البسملة لو كانت من الفاتحة للزم التكرار وهو جواب لا يستقيم لأنه إذا كان التعليل قاضيا بذكر صفتي الرحمن الرحيم فدفع التكرير يقتضي تجريد البسملة التي في أول الفاتحة من هاتين الصفتين بأن تصير الفاتحة هكذا بسم الله الحمد لله إلى آخره وأنا أرى في الاستدلال بمسلك الذوق العربي أن يكون على مراعاة قول القائلين بكون البسملة آية من كل صورة فينشأ من هذا القول أن تكون فواتح صور القرآن كلها متماثلة وذلك مما لا يحمد في كلام البلغة إذ الشأن أن يقع التفن في الفواتح بل قد عد علماء البلاغة أهم مواضع التأنق فاتحة الكلام وخاتمته وذكروا أن فواتح الصور وخواتمها واردة على أحسن وجوه البيان وأكملها فكيف يسوغ أن يدعى أن فواتح صورة جملة واحدة مع أن عامة البلغاء من الخطباء والشعراء والكتاب يتنافسون في تفن فواتح منشآتهم ويعيبون من يلتزم في كلامه طريقة واحدة فما ظنك بأبلغ كلام وأما حجة مذهب الشافعي ومن وافقه بأنها آية من صورة الفاتحة خاصة فأمور كثيرة أنهاها فخر الدين إلى سبع عشرة حجة لا يكاد يستقيم منها بعد طرح المتداخل والخارج عن محل النزاع وضعيف السند أو واهية إلا أمرا أحدهما أحاديث كثيرة منها ما روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم وقول أم سلمة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية الثاني الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله والجواب أما عن حديث أبي هريرة فهو لم يخرجه أحد من رجال الصحيح إنما خرجه الطبراني وابن مردوية والبيهقي فهو نازل عن درجة الصحيح فلا يعارض الأحاديث الصحيحة وأما حديث أم سلمة فلم يخرجه من رجال الصحيح غير أبي داود وأخرجه أحمد بن حنبل والبيهقي وصحح بعض طرقه وقد طعن فيه الطحاوي بأنه رواه ابن أبي مليكة ولم يثبت سماع ابن أبي مليكة من أم سلمة يعني أنه مقطوع على أنه روا عنها ما يخالفه على أن شيخ الإسلام زكريا قد صرح في حاشيته على تفسير البيضاوي بأنه لم يروى باللفظ المذكور وإنما روية بألفاظ تدل على أن بسم الله آية وحدها فليؤخذ منه كونها من الفاتحة على أن هذا يفضي إلى إثبات القرآنية بغير المتواتر وهو ما يأباه المسلمون وأما عن الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله فالجواب أنه لا يقتضي إلا أن البسملة قرآن وهذا لا نزاع فيه وأما كون المواضع التي رسمت فيها في المصحف مما تجب قراءتها فيها فذلك أمر يتبع رواية القراء وأخبار السنة الصحيحة فيعود إلى الأدلة السابقة وهذا كله بناء على تسليم أن الصحابة لم يكتبوا أسماء الصور وكونها مكية أو مدنية في المصحف وأن ذلك من صنع المتأخرين وهو صريح كلام عبد الحكيم في حاشية البيضاوي وأما إذا ثبت أن بعض السلف كتبوا ذلك كما هو ظاهر من كلام المفسرين والأصوليين والقراء كما في لطائف الإشارات للقسطلاني وهو مقتضى كتابة المتأخرين لذلك لأنهم ما كانوا يجرؤون على الزيادة على ما فعله السلف فالاحتجاج حينئذ بالكتابة باطل من أصله ودعوى كون أسماء الصور كتبت لون مخالف لحبر القرآن يرده أن المشاهد في مصاحف السلف أن حبرها بلون واحد ولم يكن التلوين فاشية وقد احتج بعضهم بما رواه البخاري عن أنس أنه سئل كيف كانت قراءة النبي فقال كانت مدى ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم ولا حجة في هذا لأن ضمير قرأ وضمير يمد عائدان إلى أنس وإنما جاء بالبسملة على وجه التمثيل لكيفية القراءة لشهرة البسملة وحجة عبد الله بن المبارك وثاني قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أنس قال بينما رسول الله بين أظهرنا ذات يوم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي صورة آنفا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخر الصورة قالوا وللإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله ولإثبات الصحابة إياها في المصاحف مع حرصهم على أن لا يدخلوا في القرآن ما ليس منه ولذلك لم يكتبوا آمين في الفاتحة والجواب عن الحديث أن نمنع أن يكون قرأ البسملة على أنها من الصورة بل افتتح بها عند إرادة القراءة لأنها تغني عن الاستعادة إذا نوى المبسمل تقديرا أستعيذ بسم الله وحذف متعلق الفعل ويتعين حمله على نحو هذا لأن راويه أنس بن مالك جزم في حديثه الآخر أنه لم يسمع رسول الله بسملة في الصلاة فإن أبوا تأويله بما تأولناه لزم اضطراب أنس في روايته اضطرابا يوجب سقوطها والحق البين في أمر البسملة في أوائل الصور أنها كتبت للفصل بين الصور ليكون الفصل مناسبا لابتداء المصحف ولألا يكون بلفظ من غير القرآن وقد روى أبو داود في سننه والترمذي وصححه عن ابن عباس أنه قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي لما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية بالصورة التي يذكر فيها كذا وكذا أو تنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر ما أنزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وأرى في هذا دلالة بينه على أن البسملة لم تكتب بين الصور غير الأنفال وبراءة إلا حين جمع القرآن في مصحف واحد زمن عثمان وأنها لم تكن مكتوبة في أوائل الصور في الصحف التي جمعها زيد بن ثابت في خلافة أبي بكر إذ كانت لكل صورة صحيفة مفردة كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير وعلى أن البسملة مختلف في كونها آية من أول كل صورة غير براءة أو آية من أول صورة الفاتحة فقط أو ليست بآية من أول شيء من الصور فإن القراءة اتفقوا على قراءة البسملة عند الشروع في قراءة صورة من أولها غير براءة ورواوا ذلك عمن تلقه فأما الذين منهم يرون اجتهاداً أو تقليداً أن البسملة آية من أول كل صورة غير براءة أو غير براءة فأمرهم ظاهر وقراءة البسملة في أوائل الصور واجباً عندهم لا محالة في الصلاة وغيرها وأما الذين لا يرون البسملة آية من أوائل الصور كلها إلا ما عدى الفاتحة فإن قراءتهم البسملة في أول الصورة عند الشروع في قراءة صورة غير مسبوقة بقراءة صورة قبلها تعلل بالتيمن باقتفاء أثر كتاب المصحف أي قصد التشبه في مجرد ابتداء فعل تشبيهاً لابتداء القراءة بابتداء الكتابة فتكون قراءتهم البسملة أمراً مستحباً للتأسي في القراءة بما فعله الصحابة الكاتبون للمصحف فقراءة البسملة عند هؤلاء نظير النطق بالاستعادة ونظير التهليل والتكبير بين بعض الصور من آخر المفصل ولا يبسملون في قراءة الصلاة الفريضة وهؤلاء إذا قرأوا في صلاة الفريضة تجري قراءتهم على من تهى إليه فهمهم من البسملة من اجتهاد أو تقريد وبهذا تعلم أنه لا ينبغي أن يؤخذ من قراءتهم قول لهم بأن البسملة آية من أول كل صورة كما فعل صاحب الكشاف والبيضاوي واختلفوا في قراءة البسملة في غير الشروع في قراءة صورة من أولها أي في قراءة البسملة بين الصورتين وهذا حديثنا في الدرس اللاحق بإذن الله تعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه والسلام عليكم آهوا يا إلا أنت وبركاته آه وَفعنا بالطtro